أربعة أشهر ونيف وهدير الثورة مستمر وكأنها قيامة العراق في الشوارع والساحات يصدح الصوت العراقي المحض لا حلول ترقيعية ولا أنصافها إسقاط النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة رصاص الحكومة وميليشياتها لم يفت من عضود المتظاهرين بل زاد الثورة صلابة في مقابل تشتت الأحزاب ورهابها من التظاهرات التي وصفت بأنها أكبر أزمة تواجهها العملية السياسية المأزومة فلم يجد حكام العراق سوى العناد فكلف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة فور الإعلان خرج المتظاهرون في مختلف المحافظات رفضا لتكليف الرجل وتأكيدا على هدف الثورة الأول وذا كما لفتت إليه صحيفة لوموند الفرنسية بالقول إن المتظاهرين يطالبون بإسقاط النظام الذي أنشئ بعد الاحتلال الأمريكي والذي تهيمن عليه الأحزاب الموالية لإيران فضلا عن تجديد الطبقة السياسية التي تعتبر غير كفؤة وفاسدة علاوي الذي تولى وزارة الاتصالات لفترتين لاقى رفض المتظاهرين بالإجماع خصوصا أنه جئ به كثمرة لاتفاق بين تحالفي سائرون وكتلة الفتح التي يرأسها هادي العامري زعيم ميليشيا بدر قبل ساعتين من تكليف علاوي وصل عناصر من ميليشيا السرايا بالمئات إلى ميدان التحرير واقتحم العشرات منهم مبنى المطعم التركي الذي يتحصن به المتظاهرون بعد إزالة الأعلام وصور شهداء التظاهرات تتعدد أساليب الحكومة والهدف واحد إنهاء التظاهرات تارة بالقمع والتهديد وأخرى بالتسويف والمواطلة إلا أن الشعب قال كلمته وينتظر أن يستجيب لها القدر ترجمة نانسي قنقر